إبقى إذاً لو أنت فوق في اللازراء خلاص كده أنت في المضمون أنت من جايد جداً لامتياز بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عشان تكونوا مطمئنين هنتعرف مع بعض على الكلام النهائي من وزارة تربية والتعليم عن نتيجة أولى وتانية سنة وليل نتيجة تأخرت لحد الآن وهنعرف المعادة النهائي اللي هتظهر فيه النتيجة وهتظهر على موقع وزارة تربية والتعليم ولا على موقع تاني كل ده وتفاصيل أكتر هتكون خلال الفيديو ولكن في البداية نسوش تدعموني وتعملوا لايك للفيديو ولسه مشتركتش في القناة اشتركوا فعزر الجرس عشان تابع معانا كل جديد بص مبدأياً كده النتيجة طبعاً هتكون درجات وتقدرات وعشان تكونوا مطمئنين أكتر نسب النجاح السنة دي في أولى وتانية سنوي عالية جداً النتيجة لما هتظهر هتكون درجات وتقدرات بص لو أنت في اللون الزرق فوق يبقى أنت كده في المضمون يبقى أنت كده جبت من جايد جداً لامتياز طب ليه اللون الزرق بيختلف من مادة للتانية معنى أن اللون الزرق كبير بالشكل ده معنى أن طلاب كتير جابوا في المادة دي درجات عالية لمادة الأحياء مثلاً ومعنى أن اللازرق صغير كده يبقى طلاب قليلين جداً هم اللي اجتازوا المادة دي وجابوا درجات عالية فيها لمادة رياضيات اتنين يبقى إيزاً لو أنت فوق في اللازرق خلاص كده أنت في المضمون أنت من جايد جداً لامتياز لو نزلت تحت شوية في العمود ده يبقى أنت كده جيد لو نزلت في الأصفر يبقى أنت كده مقبول ولازم تحسن النص التاني أما لو أنت في الرماضي يبقى أنت كده مستواك ضعيف في المادة السؤال هنا ليه النتيجة اتأخرت طبعاً زي ما أنتوا عارفين أن التصحيح إلكتروني يعني النتيجة بتظهر بعد ما بتخلص الامتحان مباشرة طب ليه النتيجة اتأخرت لحد الآن ده نظراً لأن في طلاب حصل معاهم مشاكل زي ما أنت شفتم أول يوم وتاني يوم في السيستم فبيحصل عملية تسوية أن الطلاب اللي عملوا محاضر وما فتحش معاهم السيستم أو كانت فيه مشكلات وجهتهم بياخدوه ناجح في المادة عشان كده الموضوع بياخد وقت عشان يتم عملية تسوية للطلاب اللي هما ما امتحنوش المواد نظراً لظروف في السيستم أو أي ظروف أخرى طيب جميل كده كلام النهائي بقى من وزارة تربية والتعليم أعلنت وزارة تربية والتعليم موعد نتيجة امتحانات أولى وتانية سنوية إن شاء الله وأكدت أن هي تعلن على موقع الوزارة يوم 18 مارس وزارة تربية والتعليم أكدت النتيجة هتطلع يوم 18 ممكن تطلع قبل 18 كمان ولكن احنا خلينا زي ما وزارة تربية والتعليم أكدت وقالت أن هو يوم 18 على موقع الوزارة ويتم إرسال النتائج لكل طالب أدى الاختبارات من خلال رسائل نصية مع نهاية الإسبوع المقبل إن شاء الله هتوضح مستواك زي ما ورينا كده شفنا الألوان والتأديرات والكامل وتعرف مستواك في المادة مقارنة بأصدقائك